السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي أهلاً وسهلاً بكم مع Easy English with Yusuf Rahul لا تنسوا أحبتي أن تضغط على زر لايك وزر الجرس ومشاركة المحتوى إذا أعزبكم مع أصدقائكم لتشجيعنا وشكراً لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم من جديد مع امتحان تشريبي 2020 لأحد الأساتدة مشكور جداً على هذا المجهود إذن كما ترون في هذا الامتحان عفواً الامتحان يعني عنده علاقة أو موجه لجميع الشعب العلمية والتقنية ولكن هذا لا يعني أن الشعب الأخرى لا تتعنى بهذا الامتحان دروس مشتركة بين جميع المستويات إذن على بركة الله سنقرأ النص ونشرح الكلمات الصعبة كما العادة إذن النص يقول أو في البداية النص فيه مستر عبد الرحمن اليوسفي إذن معروف رحمن اليوسفي رحمه الله توفيه مؤخراً قبل خدمة الشعب المغربي كوزير أول محامي لحقوق الإنسان أكتيفست ناشط و أدفوكيت مناصر مدافع مؤيد لمن لحقوق المهاجرين في فرنسا كان مدافع على حقوق المهاجرين في فرنسا his Political career launched in 1959 when he joined the National Union of Popular Forces. UNFT his Political Career يعني مسيرته السياسية لونتشد لونتشد يعني أطلقت يعني فوقش خرجات باش يعني تخلت السياسة تسعة وخمسون تسعمائة وألف وين هي جويند يعني انضم ماذا The National Union Forces Popular The Union Popular Forces حزب أو ما يسمى به الاتحاد الوطني للقوات الشعبية National Union الاتحاد الوطني Popular Forces القوات الشعبية The Iconic Politician السياسي الايقوني مصطلح مبدع مبارع معروف مشهور وكما ذكرنا هنا مدافع حقوق أو ناشط حقوق الإنسان واجهة ماذا الرسط اعتقال اعتقالوه فوقش تسعة وخمسون تسعمائة وألف وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان وحقوق الإنسان فتسعمائة وألف وحقوق الإنسان الحدوث الحبس سنتين كاملة 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 سنتين مستر يوسفي سبب قضى ماذا الخمسة عشر السنوات القادمة عندما خرج من الحبس أو من السجن فين The Socialist Union of Popular Forces حتى عاد إلى المغرب لينضم Join لينضم إلى ماذا إلى Socialist Union اتحاد الاجتماعي للقوات الشعبية اتحاد الاجتماعي للقوات الشعبية Socialist He became the party's secretary general أصبح ماذا من ندخل هذا الحزب هذا أصبح The party's secretary general أصبح الأمين العام لهذا الحزب Party يعني الحزب In 1999 98 King Hassan II مليك الحسن الثاني رحمه الله Invited him to lead his government دعاه Invited him To lead his government ليقود Lead يقود حكومته As a prime minister As prime minister كوزير أول إذن عبد الحمار يوسفي دخل الوزارة كوزير أول ب98 His four-year term يعني أربع سنين دياله Brought يعني أجلبت Increased freedoms يعني الرفع في الحريات Increased freedoms for both the Moroccan people and the media للشعب المغربي وميدياني الصحافة In 2003 2003 He retired from politics Retired Retired يعني اعتزل السياسة تقاعد الحسن اعتزل مصطلح آخر يعني تقاعد السياسة to spend his later years in Casablanca with his wife ليقضي حياته أو سنوته الأخيرة later years مع زوجته هيلين في Casablanca Okay in Casablanca In 2016 2016 the former prime minister يعني former X سابقا Okay وزن أول سابق went to the hospital with pneumonia يعني دخل المستشفى بمرض تأكل رئة pneumonia Okay تأكل رئة بما كانت تقراش Where he received a visit from King Muhammad VI زاره الملك محمد VI زاره المستشفى The socialist icons الإقونة للسوسياليست الإجتماعية يعني هذا الحزب اللي كان فيه last public appearance يعني آخر ظهور دياله last public appearance يعني آخر ظهور دياله العموم came in January 2020 يعني آخر ظهور دياله فقاش January 2020 يعني يناير 2020 إمثاث إمثاث where he presented a book يعني قدم كتاب presented a book about his political experience حول تجربته السياسية by دريس قراوي يعني دريس قراوي هو اللي كتب الكتاب على بل حمال يوسفي يعني كتاب على الحياة دياله السياسية أمراكن إكنامست هذا يعني دريس قراوي اقتصادي مغربي and current head of the country's economic social and environmental council هو الرئيس current current head رئيس الحالي ديال المجلس البيئي الاجتماعي والاقتصادي للدولة اللي كتب CESE CESE اللي هو Economic Social and Environmental Council in August 2019 غشت 2019 on the 20th anniversary of his accession يعني في 2019 في الدكرة العشرين للانضمام دياله accession sorry accession in demand to the Moroccan throne إلى عرش المغرب يعني الرجوع من المنفى king محمد 6 يعني الملك محمد السادس paid tribute to Mr. Yusufi أشاد به الملك paid يعني نقوله paid tribute يعني أشاد به يعني أعطى له تحية كبيرة احترام كبير للأخيرة to Mr. Yusufi buy أشاد به عن طريق ماذا أو yes عن طريق ماذا by naming a brigade يعطى اسم brigade يعني العسكر مركز of new military graduates وحد المركز العسكري يعني اسم الخروج ديال المتخرجين graduates military graduates سمهم باسم الرحمن يوسفي يعني أعطى له واحد القيمة كبيرة جدا after him I have decided to name this year's group of graduates يعني هذا الخطف ديال محمد سادس I have decided to name قررت أن أعطي اسم هذه المجموعة ديال المتخفجين after Mr. who shares الذي يقاسم أو يشارك with late father مع أبي حسن ثاني his majesty king حسن II and with me حتى معي the same unwevering principles the same unwevering principles unwevering principles in المبادئ التي لا تتزعزع unwevering no weavering unwevering مبادئ أساسية أسس متينة أو مبادئ متينة اللي هي love for the homeland يعني حب الوطن أو الأرض strong commitment to the nation's sacred values strong commitment اتزام كبير أو قوي للقيام التولية القيم للدولة يعني القيم للدولة يعني 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 يعطاله واحد الالتزام قوي جدا to the king's territory integrity لكرامة حدود المملكة يعني 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 المملكة يعطى لها القيمة الالتزام للعامق للدولة والقيم للدولة للالتزام للكرامة للمملكة and to the defense of its best interest والدفاع على يعني ما هو مهم لهذه الدولة He died in May 2020 يعني مات في May 2020 living a great political legacy تاريكان living تاريكان a great political legacy تاريكان واحد الارث سياسي كبير political legacy ارث سياسي and so much love وحب كبير in the hearts of all Moroccans في قلوب جميع المغاربة في قلوب جميع المغاربة هذا النص أخذ من Muraka World News يعني أخبار المغربية العالمية Muraka World News اذا هذا كل شيء فيما يتعلق بالنص اذا كل شيء الشرح الكلمات التي صعبين والكلمات التي غير المفهومين اذا سنتقل الاسئلة تيل Comprehension اذا لدينا أولا Comprehension اللي اللي لدي لها 15 نقطة شوفو هنا بزيان base all your answers on the text ok base all your answers on the text ok question number one question number one يقول match the main idea with the corresponding paragraph يعني لدينا فكرة هنا وعنا لا 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 اسمي تو لدت ديالها ok هذا السؤال خاطئ يعني السؤال في خطأ match the main idea with the corresponding paragraph معنش هنا paragraph هنا general information هنا ideas idea with its corresponding date date إذن هنا في هذا الانتحان في خطأ فهد سؤال سأفق تفقين هنا نضر date إذن Mr. Yousfi died in فوق شمات إذن على حساب النص نرجعنا النص هذا هو إذن he died in May 2020 2020 May 2020 إذن إذن نضر هنا فالجواب ديالنا died in May 2020 إذن إذن سنضر التاريخ 2020 هنا الفكرة الثانية لدينا لدينا ولكن ما عندناش المعلومة لدينا 2003 أو 2003 أو 2003 نرجعنا النص نشوفو شنو وقع في 2003 يعني 2003 شنو وقع هنا هنا He retired from politics He retired from politics هذه هي المعلومة المهمة هنا هذا الجواب المهم He retired from politics Good نشيو هنا He was elected Prime Minister of Morocco أو عين وزير أول للمغرب إذن على حساب هنا in 1980 I can see in 1980 I can see here here in 1998 invited to lead his government as a prime minister إذن فوقع هذا الشيء 98 98 إذن اللذة التي سنضي هنا هي 1998 1998 حسنا حسنا نجد السؤال الموالي وهو Are these sentences true or false? justify هل هذه الجمل صحيح أم خطأ؟ مع التعليل حسنا ضروري التعليل صحيح ندروا التعليل الخطأ ندروا التعليل حسنا ندروا التعليل ندروا التعليل ندروا التعليل في مداغشقر سيد اليوسفي قضى سنوات من حياته في مداغشقر في مداغشقر إذن على حسب النص ماشي مداغشقر إذن هنا الجواب بعد الأول هو false إذن false إذن إذن نشوف اسمته ندروا التعليل الجواب الصحيح إذن هنا نجيو هنا Mr. Youssef spent the next 15 years of his life in exile in Paris أوكي in Paris تفقين شي فمداغشقر it's in in Paris Good أوكي عادي ندروا هذه الكالة الجملة عادي ندروا ها باش ندروا ها تمكفر جود المالك محمد السادس هو الذي عينه 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 سيد يوسفي كان ماذا؟ سيد يوسفي كان ماذا؟ رشل شريف بقيم عظيمة جداً أردت إلى من المالك محمد السادس هو الذي عينه أردت إلى من المالك محمد السادس هو الذي عينه حسابه ها هي الجملة ديالنا جيد ديرها هاكا باش نديرها هنا جيد هذا هو نصغروا ها شويل باش تجيم زيان هنا في هاللي سبص اللي عنا هنا جيد نزيد نصغروا ها شوية باش تجيم زيان اوكي اذا هذا هو نصغروا ها شوية باش تجيم زيان اوكي سنمر الى تجيمة الناس اوكي 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 اذا اذا سنمر الى السؤال الموالي اللي هو سي اوكي يقول complete the following sentences قد نعمروا هاد الجملين نكملوا لهم من خلال النص دائما هادوا اسئلة ديال النص اوكي مسمى من بديء ديال ان وفرين اوكي 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 ها هي اللي عندنا بالنص اوكي اوكي يكون هم هذا الـ Unwevering Principles انويفرين بكلفها اللاف الى اخيرة اذا انا انويفرين و نكمله انويفرين اللاف فو ده هومليند شنو مقصد بهذا الارتزام دياله والمبادئ التي لا تزعزع اللي هي هما هذا و يتو دير اغغان و هومليند اياه ا penجل نحسب النص دائما نجعله للنص بششوفه مزيان إذن هنا سوف It is King Mohamed 5 paid tribute to Mr. Yusuf Sorry King Mohamed 6 not 5 Sorry إذن ندلو هكا ناخدو هاد الجملة مش منصوش في هالوقت Good ننشيو للجاو السؤال ديالنا وندلو هنا Like this نكبروا شوية للكتفة باش يبن إذن By King Mohamed 6 Good نمشيو السؤال الموالي اللي هو دي Question دي What do the underlined words in the text refer to على ماذا تعود هاد الكلمات لعنى في النص Iconic politician للسياسي الأيقوني يعني تعود على ماذا إذن نبين نجعو للنص دائما باش نفهمكم بسيان ها هي Iconic politician نجعو هنا آخر إذن نتو His political career launched His political اللعن ميكا نهضرو هنا على Mr. Abdelrahman اليوسفي Okay So احنا Iconic politician سياسي مشهور المعروف الإيقوني لأخير Okay Good So غادي ناخدو Sorry غادي نمشيو الكلمة ديالنا اللي يلنا Iconic politician Iconic politician It is Mr. Yusufi The parties The parties The parties They became the party's secretary general إذن party هي Socialist Union of Popular Forces USFP Okay USFP Okay The USFP Or Socialist Union of Popular Forces Okay إذن غادي نجيو هنا Okay وندروحنا يا الجواب ديالنا هنا Good نصغروا شوية الكتابة باشتبال إحقاش مداروش ليس باس كبير Okay هاي بوا Good Socialist Union of Popular Forces USFP Good نمشيو السؤال E Okay نمشيو السؤال E باش نشوفوا شنو فيها الثاني عنا السؤال E Find Okay Find In the text words or phrases Which mean the same as يعني نفقه في النص كلمات أو جمل يعني جميلات صغيرة لها نفس المعنى هالكلمات اللي عنا هنا نمبر 1 Supporter Paragraph 1 Okay Supporter Paragraph 1 إلا عقلته supporter Paragraph 1 هو هو advocate Okay هو advocate عقلته عليه ها هي ها هي هنا Okay دقاءة هي advocate advocate و supporter Paragraph 1 نشوفوا الكلمة الموالية لعنى Unshakeable يعني لا تهتز لا تتزعزع له هي بإنما Unweavering Okay Unweavering نجعل النصع الثاني باش تأكدوم زيان ها هي Unweavering principles Unshaking principles يعني مبادئ متينة لا تتتعزع اوكي أخيرا عنا famous Okay famous iconic famous iconic اللي عنا في Paragraph 2 Okay Paragraph 2 ها هي The iconic politician the famous politician and human rights activist Okay iconic إذن هنا قنا سؤال واحد ف Comprehension اللي هو F Choose the best answer Okay Choose the best answer So here the best answer عندنا التكست is about the life of a tv star is it correct is it the life of a tv star no it's not okay and the biography of a political leader يعني البيغرافي سرذت يلي قائد سياسي نعم ثالثا it's not correct the career path of an archeologist it's not correct so the correct one okay the correct one is the biography of political leader this is the correct one okay إذن انتهينا مع تصحيح ال comprehension سننا ذهب إلى تصحيح ال language okay language اللي عليها خمسة عشر نقطة كاملة ومكمولة إذن سننا ذهب إلى السؤال الأول okay سؤال الأول اللي هو على الشكل التالي filling the gaps with appropriate words from the last يعني مال الفراغات بالكلمات المناسبة بين القائمة عنا education هو التعليم priority هي الأولوية okay priority أولوية good هي شيء حاجة جيدة ولكن من كتلصق مع شيء كلمة أخرى كتفينها معنا أخر technology كتل أفواني technology implement لني التطبيق number one they were working hard for the common إذن هنا نعرف الكلمة sir أو كلمة مفتاح إذن هنا common common هي الكلمة المفتاح هنا في هذه الجملة إذن common كنتمشي معها كلمة واحدة واحدة sorry اللي هي good common good أو ما يسمى ب الصالح العام أو المصلحة العام common good okay نمشي number two the government is given high إذن هنا الكلمة المفتاح اللي نرى هنا هي high okay high هي كلمة المفتاح يعني الحكومة تعطي شيء حاجة عالية to industrial development التنمية الصناعية التطوير الصناعي اللي يسمى high priority high priority أولوية قصوى أولوية كبيرة أولوية عظمى للتنمية الصناعية okay good D قد نمشيوا سؤال D question D يقول give the correct form of the words between brackets يعني أعطي الشكل المناسب للكلمات بين قوسين words كلمة okay but what remains true ولكن ما يبقى صحيح ما يبقى صحيح is that your graduate marks graduate okay uh verb we need a noun here we need a noun your yeah graduation okay it's a graduation your graduation marks marks your passage يعني uh كتعطيك أقول لك Marks يعني تدي العلامة دي الفاسج ديال ما مرد into adulthood إلى تكون كبير يعني كبر the time when you begin وقت اللي بدتي فيه to take charge of your own life time when you begin يعني الوقت اللي بدتي فيه تأخذ مسؤولية ديال الحياة ديال يعني من أدنوني كيكبر تأخذ مسؤولية ديال الحياة ديال it is when you get to إنه إنها مرحلة عندما تصل إلى ماذا decision decision is a noun عنا هنا to okay عنا هنا to إذن كلمة decision قصنا نخرج منها verb اللي هو decide decide يعني تقرر it is when you get to decide what is important to you ما هو موهم بالنسبة إليك the kind of career you want to pursue أي نوع من العمل تريد أن تتفع pursue يعني continue Obama said قال Obama okay لذن لذن نعدي التمرين مع النشي كما قلت لكم ديجا في واحد الفيديو مع النشي شي قاعدة اللي نعطيها لكم مثلا ألا هادي معا هادي 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 معا لهم نحن أخذكم هالك كلمات سنتقروهم حاولوا تكتبوهم كتابة أنا أفضل كتابة أحسن كنصيحة مني كتابة شدو الورقة شدو الورقة شدو التفتار استيلو وكتبوه حاول كتبوه هذا الاسم ديالو هذا الاسم الاخري قد تنفعكم إن شاء الله سنمر إلى السؤال الموالي اللي هو C ب put the verbs between brackets in the correct tense إذا هنعنا verbs لك أن نجيزهم أكي أكي Number one By this time next year منصف سلاوي and his team في هادي الوقت السنة القادمة منصف سلاوي and his team وفريقه develop a vaccine against COVID-19 virus سيطورون لقاح لقاح ضد COVID-19 إذا هنا عندنا هنا الكلمة المفتاح والكلمة السير اللي غادي تعطينا الجواب وش صحيح هي By this time next year من كي يكون عنا By plus time إذا ندروا واحد لك ونجيزوا اللي هو معروف اللي هو future perfect كندروا في will have plus plus participle ديال الفعل اللي عنا developed يقول لي Okay It's regular جد؟ جملة two for breed alone الخبز فقط alone is the best novel أفضل رواية that I ever read أفضل رواية التي قرأتها في حياتي مثل that هنا ندروا هنا لكي يكون عنا هنا either never الأخيرة هدو كلمات ولا linking words ولا كلمات السر ولا الميتح ديال تسميتوا present perfect present perfect that I have ever read التي حسن رواية قرأتها في حياتي Okay نمشي question D دي عنا rewrite sentences beginning with words given أسئلة مفروحة كثيرا في الامتحان الوطني نفس الصغة نفس طريقة إلى أخيرة The Moroccan government is handling the COVID-19 crisis effectively Okay يعني الحكومة المغربية is handling يعني تتحكم ولا أوقفت أزمة COVID-19 effectively بفعالية Okay Good إذن اخذي نحن The COVID-19 crisis درناها هنا ها هي درناها هنا إذن هذه يعني من درناها هنا It is Passive Voice Okay It is Passive Voice حاولوا تراجعوا شوية القواعد Passive Voice Okay إذن هنا ردي جاكي نحطيت لكم الفيديو ذي Passive Voice بالتفصيل لكن شي حاجة ما فهمتوها شو لا أنا معكم للشرح أكثر فأكثر إن شاء الله إذن The Moroccan government الحكومة المغربية يقولنا is handling يعني يعني تتحكم في COVID-19 ما هي تتحكم يعني استطعت توقف COVID-19 effectively إذن COVID-19 crisis لأن الفيعل is handling Okay هذا هو الفيعل حقاش Passive Voice كيتلعب على الأثعال Okay يعني الحاجة اللي قاسحة فيه هي التغيير ديال الأثعال خاصة بالverb to be is handling its present continuous Okay وفي present continuous ما يكن ضده Passive Voice يكون عنا فيه ثلاثة ديال الحالات إما I'm being Okay ولا is or are being زائد إذن نعنا the COVID-19 crisis it's singular اللي كنديلو هنا is being okay sorry is being عنا الفعل handle كنديدو is being handled Okay is being handled effectively Okay by عنا هنا اللي فغيت تدلو by the Moroccan government Okay by the Moroccan government okay good نشو الجملة التانية many teens are thriving with online learning يعني بزر 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 الشباب teens مراهقين أو الشباب are thriving يعني يسعون أو يجاهدون أو يقومون جهد كبير with online learning okay يعني مع التعليم المباشر online يعني عبر الانترنت okay عبر الانترنت إلا اللحظته هنا يا مشنو عنا هنا هاد الـ inverted cameras من كي تكونوا هادو أوتوماتيك مو الدرس ديال reported speech okay درس ديال report speech يعني Katie told journalist إلا mini teens إلا statement جملة عادية إلا Katie told the journalist or journalist just one journalist that من كي يكون عنا statement ما تسنسوش that أنا mini okay sorry mini teens and are thriving are thriving is present continuous present continuous كي تحول past continuous إلا mini teens explorer أدن دلو were thriving were thriving with online sorry with online learning okay with online learning هالجملة ديالنا ديال Passive sorry report speech Katie told journalist that many teens were thriving with online learning number 3 although أيشا had a slow internet connection رغم أن أيشا لديها connection to the internet بطي she managed to join the zoom session يعني دبرت كيف تنظم إلى حصة zoom يعني واحد برنامج application ديال تعليم بطي in spite of إذا إلا عقلتوا معايا القواعد in spite of in spite of plus noun in spite of plus during or in spite of plus fact that إلا عقلتوا مزيان بريكا نديرو جن أنك يكون عنا نفس subject إذا فالجملة عنا عيشة عنا شي so it's it's the same subject good okay so in spite of having إذا ندلو هنا or during in spite of having slow internet okay internet connection okay كما عنا شي بغيتوا تخليوها ولا بغيتوا تعودوها باش ايشا okay ايشا managed to join the zoom session okay the zoom session okay good هدي طريقة بسميتو بال having يعني gerund sorry okay gerund بغيتوا تديرو the fact that in spite of the fact that عيشة had a slow internet connection she managed to join the zoom session okay بغيتوا 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 in spite of the fact that عيشة had a slow internet connection she managed to join the zoom session okay إذن هدوما اللي سهلين أما النون نون سنخرجو النون ب من adjective slow okay in spite of the slow internet connection كنزدو the إنتوما حاولوا تقلبوا على اللي سهل واللي سهلة رهيث fact that نمشوا السؤال الموالي e filling the gaps with appropriate words from the lists إذن ملء الفراغات بالكلمات المناسبة التي هي في القائمة number one do you know the moroccan scientist التعرف العالم المغربي is known for his critical role معروف بدوره النقدي in the development of the lithium-ion battery يعني النقدي له في تطوير البطارية lithium-ion okay يعني انتقدهم في تطويرها عنا which who whom الدرس ديال relative pronouns restrictive and non-restrictive okay restrictive and non-restrictive clauses ركاين درس خاص بها الدرس و مؤخرا المقرر الوزاري والإطار المرجعي للوزارة التربية الوطنية الخاص بالدول الإنجليزية أرى دارتها الدرس ضمن الدروس الممتحانة فيها الامتحان إذن رجعهم زيال درس سهل جدا okay إذن هنا عنا moroccan scientist okay هنا moroccan scientist هذا هو المفتاح وعنا الثاني هنا another key is known لعنا moroccan scientist علم مغربي إذن إنسان which ما رجع نديرها هم إذن عنا verb إذن العقلت القواعد اللي درنا الدرس هذا إذن اللي تكون عنا verb نديره هو هم خصويت بها subject هم خصويت بها subject okay نشوه number two that's the restaurant we met for the first time يعني هذه هذا هو المطعم الذي التقينا فيه لأول مرة أو أين التقينا لأول مرة إذن how حسنات كيفية when time where المكان إذن الجواب الصحيح هنا هي where أين التقينا لأول مرة good لأن هدو دور الساهلين حول مضيع فيهم النقاط إن شاء الله okay نمشيوا السؤال الموالي وهو F okay question F what does each sentence express يعني على ماذا تعبر كل جملة من هذه الجملة يعني expressions functions okay number one what about taking a few days off إذن أنا الكلمة what about هي الكلمة اللي نحتاجوها هنا باش تعطينا الجواب إذن what about okay taking a few days off ماذا عن أخذ بعض أيام عدك عطلة إذن it is عنا هنا function sorry أدنشرح لكم functions making a request طلب agreeing expressing an opinion يعني التعبير عن الرأي making a suggestion اقتراح إذن what about كنديلوها في suggestion okay so number one goes with e okay number one goes with e good نمشو number two to my mind okay number two to my mind that dress looks perfect on you okay إذن هنا الكلمة المفتاحية to my mind بالنسبة إلي that dress looks perfect on you هذا الفستان يبدو جميل عليك أو مثالي عليك okay good إذن هنا عنا هنا expressing opinion so number two it is d okay number two is d نكتبو d نشوف ثلاثة عنا would you mind if you give me some water هلا تمانع إن أعطيتني بعض الماء إذن هنا عنا would you mind f okay would you mind f إذن هنا معروفة تعبير ديال request okay it's making a request بعد نجيب هنا number three it's b okay it's d the last one it is that's exactly how i feel okay إذن دي بينا كلمة كاملة هي كلمة مفتاح ديال الجواب اللي هو agreeing okay that's exactly how i feel إذن هذا بالضبط ما أحس به it is number four it's c okay number four it's c إذن بلما تخسروا النقاط نقاط ساهلين بلما تخسروا فيهم الوقت و دلوا فيهم أخطأ إذن مشيوا آخر سؤال في language اللي هو g complete the following dialogues appropriately كايتلين عمرو هذا اللي دايالوف بطريقة صحيحة لأنه هنا هذه البنت وهذه الولود الولد يقول each time i wear my mask في أي وقتين ألبسوا فيه الكمامة sorry الكمامة يعني mask my glasses fog up يعني عنده لشتوف الصورة عنده النظر يعني مني كي دير ذاك الكمامة بحال هنا في هذه البنت وكي تنفس كنو كي يوقع لذاك التنفس كي يمشي الزجاج ديال النظر دياله فوق فوق جيت من الضباب الضباب لذي كيرت الدجاج دياله الضباب what is your advice نو هي النصيحة ديالك what is your advice okay good إذن هنا أخصنا expressing advice for example I advise you sorry I advise you advise is a noun I advise you to I advise you to to look okay to look for the appropriate appropriate one for you I advise you to look for the appropriate one to you okay هذا كمثال أنصحك بأن تبحث على ماذا على المسك المناسب لك the appropriate one to you المناسب لك لأن العدد كبير جدا للمسك okay عدد كبير كل أنواع good or مثلا ممكن تديروا شيء تعبير آخر or why don't you you should okay good you should you ought to هناك الكثير من الأنواع expressions of advice يعني التعبير وموجودين يعني معروفين وسهلين حال هنا كم أقول لكم I advise you to look for the appropriate one to you يعني لا يكون شيء نفس العبر نفس الطريقة التي تلبس بها إلى آخر okay good آآ لا 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 الحالة الثانية عنا هذا السيد كيغوط إذا شتوف تليفون مع هذا السيدة اللي قلسة تدير ديالها look I'm sorry to trouble you شوفي أسف لإزعاجك you but the pizza you sent does not taste good ولكن the pizza التي أرسلتها إلينا ذوقها ليس جيدا does not taste good okay لأن شلو كيدر سيد he is complaining you can call I'm sorry to trouble you but it is complaining okay it is complaining إذا هنا رد شنو غد يكون مثلا sorry sir ودائما رد كيكون مؤدب okay sorry sir okay I will okay I will send you another one for example أسف سيدي سأرسل لك أسف سيدي سأرسل لك واحدة أخرى okay sorry sir I will send you another one good إذا هنا ممكن تديروا أي جواب ليهو يكون مناسب مع الموضوع ليهو الموضوع ليهو الموضوع ديالبيتزا ممشي مزيانة okay I will send you another one or I will change you another one يعني أي حاجة ممكن تديروا هنا okay good إذا هذا كل شيء فيما يخص بال comprehension يعني الأسئلة ديال الفهم وأسئلة ديال language أدب قوين الأسئلة ديال writing من بعد إن شاء الله إلى الكتاب غادي نديرهم إلى لاحظة هنا عنه writing اللغل اللي هو على شكل complete the following paragraph okay coronavirus is really a big threat to everyone يعني كورونا فيروس a big threat تهديد كبير لأي مكان however there are different ways to protect our service from it يعني رغم ذلك هناك الكثير من الطرق للحماية أنفسنا منها إذن هنا أريد نظر على الطرق الحماية من كورونا فيروس وهذا موضوع مهم جدا وجميل للموضوع الثاني لهو write an email to your friend كتابة لسالة إكتروني من صديقك in which you tell him her مثل الإيميل غدين نقول له ولا نقول لها how you prepared and studied for your national back كيفاش prepared البك تيالك exam during the coronavirus lockdown أثناء أثناء الحجر الصحي lockdown quarantine okay good إذن إن شاء الله هذه الإنشاءات قد ينشب عليهم في فيديو آخر إن شاء الله أتمنى لكم النجاح إن شاء الله ما عليكم إلا أن تركزوا جيدا بالتوفيق 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 وشكرا لكم على كل شيء